ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله لم تتبت صحتها أو خطؤها وفي هذا الصدد توصل وزير التربية الوطنية وتكوين المهن والتعليم العالي والبحث العلمي سعد أمزازي برسالة موجهة إليه من طرف عالي العسري المستشار البرلماني وعدو فارق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين عن دائرة تونات أمسن تولتاء يسائله فيها حول مضمون غير مناسب للناشئة تربويا وعقاديا بكتاب الاجتماعية للمستوى السادس الابتدائي وقال العسري في رسالته كتاب الجديد في الاجتماعيات المعتمدة لتدريس المستوى السادس للسلك الابتدائي والذي صدق عليه من لدون الوزارة بشكل متأخر في غشة 2020 ولم يشارك في فريق تأليفه أي أستاذ للسلك المعني تتضمن صفحته السادسة محتوى تعليمي يعتمد في خلق وتطور الإنسان نظرية التطور والارتقاء الضروينية كحقيقة علمية لا يرقى لها أي شك وهو ما لا يناسب عمر الأطفال المتمدرسين بذلك المستوى ويصادم ما يتعلمونه في مادة التربية الإسلامية من أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم مما قد يشوش على عقيدتهم ومعارفهم خاصة أن النظرية المعنية لا ترقى لحقيقة علمية يسندها المنهاج التجريبي وتبقى مجرد نظرية قائمة على التأمل والملاحظة وقد ردتها وفندتها بحوت علمية كثيرة في جامعات دولية كثيرة فإن كان تدريسها بالجامعة لطالب نراشد قادر على التمييز والتبين والتفكير العميق وضمن نظرية أخرى متناقضة أحيانا فإن تدريسها لأطفال في بداية تشكول وعيهم العقد والدين والمعرف أمر مريب نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي اشتركوا في القناة